عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقار في الليلة قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها طيب هذه في مسألة مهمة جدا شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هي هذه الابنة التي كانت شهدنا سلم وفاتها ودفنها هي أم كلثوم أم كلثوم زوج عثمان الصحيح الفصيح في اللغة ما يقولون زوجة فلان يقولون زوجه فلان حتى للمرأة عثمان زوجه أم كلثوم وأم كلثوم زوج عثمان هذا الفصيح بس هنتعود نقول زوجة يعني للمؤنث طيب قال فريت عينيه تدمعان هذا هو الشاهد في هذا الحديث ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أيكم رجل لم يقارف الليلة ما معنى لم يقارف الليلة أي لم يجامع تلك الليلة ما أتى أهله وفي هذا اكتبوا فائدة وفي هذا دليل على أن من جامع أهله ليلة لم يشرع له في صبيحتها أن ينزل ميتة في قبرها